يستعد الآلاف من خريجي الجامعة الجزائرية للتسجيل عبر المنصة الرقمية للأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاث إذ سيتم فتح باب الترشح أمامهم عن طريق تسجيل أنفسهم عن بعد وبصفة حصرية إلكترونيا عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية فتح الأرضية الرقمية للتوظيف عن طريق التعاقد هو ضرورة ملحة تتطلبها المرحلة من المرجح أن يمس الشغور كل المواد لكن بنسب متفاوتة في المناصب حسب نقابة كنابستو على أمل النظر إلى عامل الأقدمية للمتعاقدين الذين لم تسمح لهم الفرصة للظفر بعمل رغم الخبرة هؤلاء يجب أن تعطى لهم الأولوية في التوظيف وبدون شروط ثم بعد ذلك نروح إلى الذين يشاركون في الأرضية الرقمية الجدد وما عندهمش خبرة وما عندهمش أقدمية هنا يرتبون وفق معايير ووفق شروط معينة هذا الأمر مقبول لكن بالنسبة للأساتد المتعاقدين اللي عملوا للسنوات نحن نرى بأنه يجب أن تكون لهم الأولوية للتوظيف وبدون شروط هذا من جهة من جهة فيما يخص المواد هي كل المواد معنية لأن الشغور يقدر يمس كل المواد لكن النسب تكون متفاوتة وبكل إصرار لإصلاح المنظومة التربوية في الجزائر تبقى هذه الإصلاحيات فرصة للتلميذ لتطوير معارفه البداغوجية وتحصين نفسيته حيث أكدت وزارة التربية أن اللغة الإنجليزية التي ستدرس هذا الموسم ابتداء من السنة الرابعة والتربية البدنية في الطور التعليمي الابتدائي وسيتم إدراج مادة التربية المرورية هي الأخرى